الرديو 9090 هواها مصر التليفونات في النصف التاني من وقت البرنامج على رقم اتنين طمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين مرة تانية اتنين طمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين كل اسبوعهم طيبين والنهاردة ان شاء الله زي ما اتفقنا في بداية كل حلقة بنعلن عن عنوان الحلقة وبعدين بندعي ربنا بالدعاء الكريم بتاع سيدنا النبي اللي كان بيدعى ربنا به في اقول كل صلاة ينشئها وفي الدعاء بحسن الخلق النهاردة هنتكلم عن الرحمة لشهداء الوطن وده كان استكمال لموضوع الاسبوع الماضي اللي كنا بنكلم فيه عن استقبال الاحتفال بالموضى النبو الشريف بالحادث الارهابي اللي وقع يوم الحد 11-12 الماضي في الكنيسة البطرسية قبل ما نبتدي موضوعنا لازم نخلص انفسنا وقلوبنا لله عز وجل وندعي ربنا ونقول اهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت هذا الدعاء جزء من دعاء اسمه دعاء الاستفتاح او الدعاء التوجه اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد انه يقوله في كل صلاة ينشئه بعد تكبرت الاحرام وقبل كراءة الفاتحة كان بيقول الدعاء الكريم اللي احنا برضو بنرجو من المستمعين ومستمعات يخلص النية الى الله عز وجل في ترديده وفي قوله او الاستماع اليه والتأمين عليه وهو الذي يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت وهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت امنت بك تباركت وتعاليت لبيك وسعديك انا بك واليك ولا منجى ولا ملجأ الا اليك استغفرك واتوب اليك وبعد فكل جمعة وانتم بخير وكل اسبوع وانتم طيبين ايام قليلة وهنقول لحضراتكم وكلنا نقول لبعض كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد الفين وسبعة عشر يا رب يجعله عام خير وبركة على الجميع النهاردة عنواننا زي ما اعلناه هو الرحمة لشهداء الوطن وقلت بان الموضوع ده استكمال للموضوع اللي بدأناه في الاسبوع الماضي وكان الحديث عن استقبال الموضوع النبو الشريف بالحادث الارهابي اللي واقع في الكنيسة البطرسية وما يستتبعه من تداعيات ايه اللي استتبعه من تداعيات هي دي اللي هنكلم عنها ان شاء الله في حلقة النهاردة ونحاول نعالجها بالخطاب الفقهي التنويري اللي يرد على اوصياء الدين اللي عايزين يقسموا المجتمع الى طواقف ويقدموا انفسهم على ان هم زعماء دينيين يعرفون الحق المطلق او يعرفون الاصح والاصوب والارجح ويحكمون على الاقوال المخالفة بالنسبة لهم بانها اقوال شزة ولا ضعيفة هنعرف هنعرف ايه ان اللي مش هيترحم على شهداء الوطن ده انسان بخيل وما يستحقش الترحم عليه ما يلازم المعاملة بالمثل وهنعرف كمان ان شهيد الوطن هو الذي قتل في سبيل حمايته او قتل غيلة بغرض زعزعة الامن العام يعني او الشهيد الوطن هو الانسان اللي فيه صف الحماية سواء كان من رجال الجيش او من رجال الشرطة بس لا دول اه في الصف الاولى لكن الصف التاني هو الشعب نفسه اللي بيستحمل الحركات الارهابية وما يحدث من القتل غيلة بالتفخيخ او بالتفجير او بالدهس او غير ذلك من اعمال وحشية الذي يقوم بها كل هدفه انه يخلي الشعب غير راضي على تواجده وغير مرتاح للحكومة التي تحكمه والنظام الذي يعيش فيه من اجل ايه؟ قال من اجل انه هما يأتون بنظامهم الساقط ويفرضوه على الشعب فيقول لك ان احنا لما نعمل حركات كده ارهابية ونخلي الناس تبقى غضانة وكمان نزود الاسعار ونخلي فيه غلاء في الاسعار لخاصة للمواد الغذائية وادوات المعيشة ان دهس هتتدايق ولما تتدايق تقوم تخرج تخرج على مين؟ تخرج على نفسه عشان يبقى فيه هرج ومرج ولما يبقى فيه هرج ومرج هما يخلوا لهم الجو ويزعمون ان هما سيأتون لحكم الشعب ولم نأتي لا بزراعة ولا بصناعة هو لما احنا نغير نظام حكم الى نظام حكم تاني الزراعة زادت ولا الصناعة زادت ولا سياحة رجات ابدا هما وهموا ان هما لما هيرجعوا هيرجعوا بقى بخيرات ربنا وكأن ربنا هينازل من السماء الطعام والشراب وهيخلي الارض تخرج ذهبا وفضها هنعرف كمان ان حب الرسول صلى الله عليه وسلم بيستلزم حب جميع الانبياء واتباعهم مرة تانية يمكن دي اخطر عنصر ان احنا هنتعرف ايضا في حلقة النهاردة على ان اللي بيزعم انه بيحب النبي يبقى لازم يحب بقية الانبياء واللي بيزعم انه بيحب اتباع النبي يبقى لازم يحب اتباع باقي وسائل الانبياء ما تقولونيش لقى الى زمن ونقف ليه هنعرف ان الطورة وان الانجيل موصفين في القرآن الكريم اللي نزل علينا في عاد سيدنا محمد بانهم هدى ونور وان ربنا امر اهل الطورة بانهم يتحكموا اليها وامر اهل الانجيل بانهم يتحكموا اليه في قرآن نحن فما ينفعش تقولوننا ان ده كان زمن وانتهى لان لو كان زمن منتهى كان ربنا قال لنا كده في قرآنه لكن قال لنا في قرآنه وكيف يحكمونك وعندهم الطورة فيها حكم الله وقال لنا في قرآنه وليحكم اهل الانجيل ما انظر الله فيه وما لم يحكم ما انظر الله فهولئك هم الفاسكون اذا لازم نعتقد ان من حق كل انسان يعتقد اعتقاده وحسابه يوم الايامه زي ما هنبين باذن الله اقرر تاني واعيد تاني من غير ملل كل جمعة وانتم طيبين كل اسبوع وانتم بخير كل يوم وانتم في احسن حال واسعد حال وان شاء الله الايام القادمة تعدي على خير وكل المصريين يهنوا بعض برأس السنة الميلادية 2017 اقعوا تسمعوا كلام المعقدين اللي يقول لكم التهنئة دي حرام ازاي تهني بعيد الميلاد ده عشان اسمه عيد القيامة لاخوة المسيحيين وعقدتنا غير عقدتهم عقدتنا لا تؤمن بفكرة صلب سيدنا عيسى ولانه دفن وبعد لما دفن بتلات ايام قام فيما يعرف بالقيامة واحنا من حقنا نعتقد اعتقادنا صحيح ايو مين يقول كلا احنا امننا بالقرآن الكريم وايمانك بالقرآن الكريم لا يمنع ان غيرك يؤمن بما يعتقد اليه لان ايمانك بالقرآن الكريم كان ايمان اختياري يعني اختياري يعني انت اللي امنت بالقرآن محدش ألزمك تؤمن بالقرآن طيب لما انت اخترت ايمانك بالقرآن ليه مش عايز غيرك يختار ايمانه ببقائي على الانجيل او بقائي على التوراة ما تسيبه وفصل في هذا الامر يوم الايامة ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوسة والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد صحيح من حقنا نتمسك بعقدتنا لكن ما اقدرش عقدتي ديت ده فهمي وقناعتي مدام انا اختنعت وفهمت ليه ما تسيبش غيرك غيري يقتنع ويفهم الفهم كان بسلطاني انا على نفسي طيب ما تسيب غيرك كمان سلطانه على نفسه في قرآننا احنا مؤمنين المؤمن بالقرآن طبعا حدثنا عن الذي يؤمن بالقرآن الكريم هيؤمن بما ورد بسلط النساء في قول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ابو اهتان عظيمة وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله اليه وكان الله عيسى حكيمة صحيح احنا مؤمنين بهذه الآيات الكريمات وبالدلالات الظاهرة اللي احنا فهمنا من خلالها لكن ممكن تأتي من هذا النص بدلالات اخرى ممكن من الذي يمنع لكن الدلالة الظاهرة اللي احنا فهمنها ان وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ده لما احنا جلنا القرآن الكريم امنا به فاقتنعنا بهذه القناعة القناعة دي كانت اختيارية مش اكبارية طيب حقك يا مسلم تعتقد بالله قلبك يتطمن عليه بس حق غيرك كمان انه يتطمن بالشيء اللي مريح قلبه مش مريح قلبك انت وحسابه يوم القيامة بحسن نيته وحسب المرويات اللي هو وثق فيها ما هو كل واحد حسب ما ايجته الخبر جالك خبر انت اختنعت به نفس الخبر راح لغيرك غيرك ما اختنعتش به مين يقول لازم تقتلع بالخبر وهي لبحك مين لا ينفع كده لا دا القناعة دي اختيارية وبعدين ربنا يحتمل دا كله يحتمل التعددية الدينية اه يحتملها هو مش كان في امكان ربنا يخلي اهل الارض كلهم على دين واحد ولو شاء ربك لجع الناس ناس امتهم واحدة ولا يزون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم مش كان ربنا في امكانه انه يخدينا كلنا ناس بدين واحد وبعدين هو مش هو اللي قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله مش كان ممكن الانسان اسمه انسان ليه بينسى كتير يعني من اللي خلي ينسى ربنا طب ما كان في امكان ربنا نسي كل البشرية الاديان الا دين واحد ما يعرفوش غير دين واحد وفهم واحد دا مش كان في ممكن ربنا طيب لما ربنا ترك الافهام وطرك الزاكرة وطرك التوسيق في التاريخ وان في امكان الانسان يكتب ويثبت ويروي ويتتعدد الرؤى وكمان سابل افهم متغيرة طيب بقى دين مراد ربنا احنا نقف قدام مراد ربنا عجيب والله من سيب مراد ربنا ماشي ومهما وقفنا هنغير مراد ربنا لا هيهات هيهات طبعا سيستمر مراد ربنا ماشي لان ولن تجلى لسنة الله تبديله ولن تجلى لسنة الله تحويله لسنة كونية لكن عايز اقول حاجة ان تهنيئتك للاخوة المسيحيين في عيد القيامة المجيد هو خرج عن معاقدتك هو خليك مسيحي هو انت لما بتهني اخوك بعيد زواجه وانت زعلان من مراده يبقى انت كده صرحت مراده طبعا انت زعلان لسه انت بتهنيه على حبه لزوجته احنا مش عايزينك تحبها ولا عايزينك احنا عايزينك تعملها معاملك بيس وافرض ان انت معاملتها معاملة مش تمام اهم حاجة اخوك انت بتهني اخوك على الشيء اللي بيحبه انت بتهني كل انسان بالشيء اللي هو عايزه مش الشيء اللي انت عايزه يعني عجيب صاحبك ولا اخوك فرحان بشاليه معين ولا فرحان بشأة معينة ولا فرحان بشأة معينة وانت زعلان ان هو يمتلك لكن حقه انك تقوله ربنا يهنيك وربنا يبارك لك فيما تملك نفس الامر اللي لما تلاقي جارك المسيحي وبتقوله كل ساونت طيب انت بتهنيه بالشيء اللي هو بيحبه مش الشيء اللي انت بتحبه واللي مش عاوز يهني جاره المسيحي هو حر بس ما فيش داعي يظهر سواد قلبه ويعلن سواد قلبه للناس خلي فيه شوية من الحياء كده الحديث بيقول الحياء لا يقاتي الا بخير وكمان فيه حديث تاني ان سيدنا بيقول فيه لكل دين الخلقة وخلق الاسلام الحياء خلي فيه حياء لما مش عايز تهني يعني اكتم امر شرك وامر اساوة قلبك على نفسك وما تظهرهاش لكن مش ببساطة كده نسمع في الفضائيات هذا لا يجوز وهذا يحول الذي يهني الى الدين الاخر من قال كده بس يبدو ان فيه ناس البهاء اسي اوي وعندها غلظة في التعامل لما سمعوا عن حادثة الارهابي محمود شفيق اللي فجر نفسه ومن حد اللي فات 11-12 اللي وافق ذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورح ضحية الحديث ده عشرات القتلى وعشرات الجرحة كانوا رحين فين كانوا رحين يصلم قايحين فين يدعوا ربنا كانوا رحين فين بيت ربنا في نظرهم مش هما برضو بني قدمين وعايزين قولهم رب والرب ليك وليهم ولا ربنا ليك ومش ليهم هما مقتنعين كده ورايحين حقهم فانت جاي تمنع هؤلاء وتعتبرهم ان هما خارجين عن الحق هو ربنا وكلك يا اخي هو ربنا فوطك انك تقتل غيرك طب ما هو لو انت عملتها اذا من المنطق الطبيعي المعامل بالمثل هما يعملوها فيك ويعملوا نفس التفخيخ في المسجد ويروح اشيطي الجرحة والقتلة انت يرضيك كده متحول الى صراع ده ربنا بقول ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرة عبدالله ابن عباس بيقول ان البيع هي مساجد النصارى والمسيحيين هي مساجد اه مساجد بالنسبة لهم مش بالنسبة لك زي ما انت لك مسجد هو له مسجد برضه هو من حقه يعبد ربنا حنا ليه ان يضيق صدرنا الاخر الواجب واجب العزاء اللي تم ده اه في من المصريين المحترمين اللي قدموا اه يعني المواساة وقدموا قلوبهم لأسر اه الضحايا والمؤذرة للجرحة اه ده كان مظهر حضاري جميل اوي ومظهر بيعبر عن الروح الجميلة والانسانية والفطرة السوية اللي بتظهر صاحبها وبنقول بقى ان اه يعني كان يجب على هؤلاء مش يشاركوا المصريين في تقديم واجب العزاء لا كنت لا تمنى ان هما يسكتوا بس بدل ما يشاركوا وهم مش عايزين يشاركوا ما يقولوش الكلام الوحش اللي بيقولوه يسكتهم ويسطروا على اساوة قلبهم الغريب ان بكل بجاحة وكأنهم تجردهم للانسانية قالوا لا يجوز الترحهم على غير المسلمين ولا يجوز وصف موتهم بالشهداء ولا حول ولا كتايلة بالله بنقول ليه لا حول كتايلة بالله لان فيه مغلططين كبار لازم نعرفهم وهنعالج كل واحدة على حدها الاولى بيقولوه ما نترحمش على موت غير المسلمين بالدين الخاتم الامر التاني بيقولوهم ان احنا ما نوصفهمش بوصف الشهيد فاحنا محتاجين نتعامل مع الامرين دول معاملة هادئة كده لكن في البداية بقول للمرة التانية والمرة التالتة كأن هما بيتجروا بالدين وانا عايز اقول للمصريين اسبتهم قلبكم الطيب هو بصح اوعوا تموتوا ضميركم الحلوة والجميلة في نفسكم ولا اوعوا تخلوا نفسكم الرحيمة دية تبقى اسية زيهم خليكم بالتلقائية الطبيعية اللي بتعبر عن الفطر السوية ناس ما تتغادر ناس كانت بتصلي وبتعبط ربنا وبتدعي ربنا وبتقول يا رب ناس كانوا في حالهم ناس ما شفناش منهم شر ما يستهلوش ندعو لهم بالرحمة هو احنا دفعنا حاجة من قيوبنا ولا من ممتلكتنا ده الرحمة رحمة ربنا واللي بيرحم هو ربنا مش تجار الدين وربنا قال عن نفسه ورحمتي واسعت كل شيء يبقى مش هتسع المخدور بيهم دول ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا انزل قوله سبحانه في ناسة معينة كده في عهده وكان معروف ان هم كانوا اعداء غير مسلمين ربنا قال لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدر قوم الفاسقين يوم سنين بيقول سمعين الآية سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الآية دي ربنا بيقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدر القوم الفاسقين يوم سيدنا نبي كما في كل كتب التفسير نبي يقول ايه بيقول لو علمت اني لو زد على السبعين لغفر لهم لزد يعني ربنا بيقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فبيقول لو اعرف اعملهم واحد سبعين ويبقى النتيجة ان ربنا هيقبل هافعل في الواقع تانية انساني بيقول لو علمت اني لو زد على لاغفر لهم لدعوت الله ان يغفر الله له كمان شوفوا سيدنا عيسى قال ايه لربنا عن اتباعه المتهمين بتقليه سيدنا عيسى وامه او مشاركتهم مع الله في الالوهية نكمل بعد الفصل على الراديو تسعين تسعين يا رب اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم اولادنا وقلنا ان موضوع حلقة النهاردة الرحمة لشهداء الوطن وكانت البداية من بعض الاشخاص اللي قلبهم مليان اساوة قالوا اني لا يجوز اترحهم على موتى غير المسلمين في الدين الخاتم ولا يجوز وصف هؤلاء الموتى الشهداء وقلنا تاني هنتاجر بالدين وناديت المصريين ان هما يثبتون يثبتهم بقلوبهم لازم قلبهم وضميرهم يبقى حاكم عليهم ويعرفوا ان الفطرة السوية بتغلب في تليفون. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا كنت عندي مشكلة يا دكتور ان انا بني بني والديك يعني. اي فان ده? اه هي دايما اه معتقدا ان هي ما بتفاجأش بنا في المعاملات. وانا شايفة ان ده موجود. يعني هي طول الوقت. المعامل اللي هي الكلامة. يعني لو في موقف كلامي مثلا بيني ونفس زي وبالضبط بيني وبين اختي تتعامل برفق معيها. اه بتتعامل معي بعنف شديد. اه وهي شايفة عاجي دايما عندها مبرر الموقف دي. دس طول الوقت. مجتنعة طول الوقت. ان ربنا يعني ان الام فوق كل حاجة ده طبعا. الجنة تحت اخدها من امهات. بس هي مهما تعمل فيها. مش هتحاسب او يعني مش معنى الحساب يعني اللي هو مش عليها لوم. شوفي حضرتك اه سمعاني. اه سمعان حضرتك. انت ام ولا لسه? لا. لا. يا ربي. ان شاء الله. يا رب يا رزقك ان شاء الله بالزوج الصالح والاولاد. وهتشعوري كده وانتي مع اولادك بالامومة الفطرية. يعني ايه الفطرية? يعني ممكن ترد توطي شوية بس الراديو عندك? صادر. اه الفطرية يعني بالطبيعة. مش بتوصية. يعني لو ان ام بوزية. لو ان ام مشركة. لو ان ام اه اه مسلمة. لو ان ام مسيحية. لو ان ام يهودية. ما تفرقش. ليه? لان الطبيعة واحدة. الطبيعة الانسانية. واحدة في اي ام. عندها انتماء كده لبنتها. وولادها. وحب وعاطفة تلقائية. احيانا الام تبقى اسيا شوية. في التعامل. بس الاساوة دي. عمرها ما بيكون اساوة اه. انسان اه. 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 او انسان كاره. لا. هي. معلش. اعذريها. اعذريها وانت هتجربي. هتشوفك مثلا. وتقول لما انا اشد شوية لصالح خير اخر. فانتي تتجنبي. بصي لاحظة. هي دي طبيعتها. ودي حياتها. وهي شايفة كده. اغير قناعتها ازاي. مقدرش اغير قناعتها. لكن انا عايز اتفادى غضبها. اتفادى زعلها. مش بيقولك ان القيادة الصحيحة. مش انك تعرفي. قواعد المرور. لا. تعرفي قواعد المرور. اه. وتتفاديين خطأ الغير. مجرد تفادي خطأ الغير. ما من وجهة نظرك ظلم. من وجهة نظرها عمرها ما يكون ظلم. لان ما فيش حد. ما فيش ام ولا اب بيظلم. الظلم ده ممكن يكون لغير الطرفين دول. انا اصدق. لو اي حد من غير الطرفين دول. الوالدين. ممكن اصدق يبقى فيه ظلم. لكن الاب او الام بيبقى لصالح شيء تاني. يعني هو بيقدر كده يقول ايه. لصالح اختك. لصالح اخوك. كده. كده. فبيحساسه كده الذاتي. ان انت عليكي الطرف الاستحمال. فلازم تعمل حسابك كده. كيف تتفاديين. خطأ او زعل الحجة. يا رب يطولك في عمرها. ويهدي سرها. ويجمع بينكو على خير. ما تخنقيش نفسك. في المواقف اللي انت شايفاها. لانك لو خلقت نفسك. الشيطان هيكبرلك المواقف دي اوي اوي. هيقولك شوفي عملت ايه. وش معنى اختك. وش معنى اخوكي. وش معنى اخوها. وتعامل الناس ازاي. وتعملني ازاي. وموضوع يكبر. وتعملني منه سيد دكتورة. لكن انا مش عايزك عايزك تطفي تطفي. كل ما تطفي تتفاديين. وبعدين تعذريها. وجبيلها الف عذر. ده يمكن بعض الصالحين كان بيقول. التمس لاخيك عذرا. فان لم تجد فسبعين عذرا. فان لم تجد فقول لعل له عذر لا اعرفه. حتى لو كان الموقف واضح اوي ان انا عندي الحق. اه. لان الحق بينظر اليه من زوايا متعددة. مش بينظر اليه من زاوية واحدة. يعني اضرب لك مثال صارخ. ابن سافر الخليج وجاب ارشين وعرق وتعب وتغرب وتحمل غربة وربط الحزام ع نفسه وحوش ارشين قد كده. واخوه قاعد في البلد وفي القرية ما سافرش ولا تعب. اخوه تنبل. يقوم الاب يعمل ايه? يقوم يقول للاخ اللي ربنا كرمه بالقرشين دول. ياخد منه جزء ويديه لاخوه تنبل. طب عشان ايه? اه عشان اخوك يتجوز. عشان اخوك يبني شقة. طب انا طب انا اللي تعبت يا بابا. الاب بينظر نظرة اخرى. فانت تعذريه ولا ما تعذريهش? اده مسال صارخة اهو. في اخذ المال من انسان لانسان اخر. بيبقى هنا الاب بلما اخد من الابن الغني ووده للابن الفقير. مش ده برضو اللي النهارده المصريين بينادوا به? ولا ناس يا المصريين بيقولوا ايه? يا رجال اعمال كسبتوا كتير. مصر النهارده بتمر بازمة. هناخد منكم. وقابل كده عبد الناصر. الله يرحمه. مش عمل تأميم. التأميم ما كانش في الظاهر ظلم. ولا كان في الظاهر عدل. كان في الظاهر ظلم. ازاي تاخد مصنع لفلاني فلاني. وتجرد. تجرده من مصنعه وتديره وتقلل النزام الملكي. ويحدد عدد الافدنة اللي يجوز لكل مواطن مصر ويمتلكها. قبل كده كان باب مفتوح. ده كان في الظاهر ظلم. بس حقق مسيرة عدالة مجتمعية لناس. اقول لك نظام ظلم تاني. لما عبد الناصر شاف المهجرين ايام سبعة وستين والايام اللي بعدها. والسنين اللي بعدها. ام اه هجر اه كل مدن القناة الى داخل اه محافظات مصر. فكان لابد انه يطلع قانون الاجار القديم ويخلي الساكن ما يخرجش وما فيه لجان ويخفضهم من القيمة الاجارية. كل ده عشان يحمي مين? يحمي المهجرين المظلومين دول. اوما انا بقى ساكن في مدينة تانية امنة زي القاهرة ولا زي الجيزة ولا زي اسكندرية. اقول زنبي ايه? لما يجي لي واحد من مدن القناة ويسكن عندي وياخد الشقة العمره كله. بالاجارات. ده كان ظلم لكن في الوقت نفسه كان بيحقق عدل. وفيه قاعدة بتقول الضرر اخف يقدم على الضرر الاعم. يستحيل الحياة تمشي بالعدالة المطلقة اللي انت متحلمش بها اللي في الاخرى وعليك خير. اللي هيقوم بها ربنا بنفسه. لكن في الدنيا لأ. لازم تستحميلي العدالة الانسانية. العدالة الانسانية تحتمل خليط ما بين العدل وما بين الظلم. لكن العبرة فيها بحسن النية. اللي احنا اه بنتوقع ان كل من الوالدين عندهم حسن نية لعدهم. نعم. العصة عند المقدرة يا دكتور. يعني انا لو ما قدرتش سمح بنا ايده. انا علي وازرق وانا كن مذنبة. لا 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 لا. مين قال كده? لا يكلف الله نفسه لو سعاه. بس هطمنك. اللي انت مش هتعفى عنه النهاردة. بكرة هتعفى عنه. لما هتلاقي الدنيا انفضت. والدنيا خلصت. وتقولي يا ريتني خلاص انا سمحت. اطمني. مش عايزة تسامح الوقتي. خد راحتك وما تسامحيش دلوقتي. بس انا بقول. لسا سبب الزع الموجود? ده امر نفسي. وما اقدرش اجبرك ولا اجبر اي انسان على انه يغير نفسيته. طالما انت ما عدت تديش. يعني ما طلعتش كلمة وحشة. ما ضربتيش. ما سرقتيش. ما ظلمتيش. خلاص. انت في امان. انت شغلك وسلطانك على نفسك. ايه لم زعلك? زعلانة. اه خلق استمر في زعل. من قالك ما تزعليش? استمر في زعل. بس المهم يزعلك ده ما يقدش مسلا لقطيع. ما يقدش مسلا لكلمة مش تمامة في حق الوالدة. ما يقدش مسلا لاتهمها بالظلم وتجرحها. لأ. لم الموضوع. عشان ما يبقاش انت ظلمتي. وبعدين لما تعرفي بقى ان الوالدة دي يعني بتكبر في السنها. وانت ما شاء الله بتكبري نطجا في العقل والقوة والصحة. متصعبش عليكي? دي اللي كانت بتشيرك وانت تغيرها وطفلة مش انت الواحدك انت واختك? متصعبش عليك الوقتي انها بتتصرف تصرف انت شايفاه فيه اجحف? خليها انظر لها نظرة اه صعبانية. ما تنظرش لها نظرة عدوانية. لان هي دي مهمتك اللي انت كنت في بطنها تسعة شهور. اللي انت قعدت في حجرها سنتين. اللي انت ما كانش ليك في الدنيا غيرها. لحد لما ربنا كرمك والحمد واللقوتي. خروجي من الداير اللي انت عايشة فيها. لو خرجت من الداير اللي بتاع. احيانا يا دكتور. اه لو احنا اربع اخوات او خمس اخوات. المفروض ان هو بتوزع الحض علينا كلنا. يعني ليه بلاقي جزء موقف? اه حتى لو هتزود حد في الممتقات دي ممكن يبقى تزود. ممكن يكون انا مسلا محتاجة حضوح ان انا اكتر من المادلية. وهي واضح مسلا ان هي اه بتخليني افتقد الجزئية. مهما وضحتها لها. طيب عملت اللي عليك هو وضحت. يبقى ممكن تزوقي بقى اختك ولا تزوقي اخوكي. برضو طريق تاني. طريق تالت بقى انك تقول يا رب غنيني يا رب اللي هي حرمتني منه الدهون انت يا رب. يعني خروج من الدايرة اللي انت فيها. يعني هتعميلي ايه? وايلا بقى عيشي في الدايرة اللي انت فيها. وهو موضوعي اكبر قوي. وهوب بتخساري الدنيا كلها. طب ما نخلي الخسارة القريبة والمكسبة البيت. ربنا يا دكتور يعني موزعك اربعة وعشرين قرات لكل بنائدة. في الصحة وفي المال وفي يعني في كل اجزاء الدنيا. طيب في ناس انا بشوفها ممكن يبقى عندها كل حاجة. واحنا سايفين انها مسلا ربنا نزها كل حاجة. وفي ناس اه ناقص عندها اجزاء جديد. هي ممكن تسرح لنا انا اربعة وعشرين ارده هم موضوعي ازاو ازاو ازاي? هو انا ربنا اصلاف الله. لا لا. احنا انا بشر. انا بني ادم. اه. اختي واصيب. وبالمناسبة لازم تعرفي ان كل من يتحدث معك وانت كمان. انتي انسانة. العدل النظام العدل او مقياس العدل عندك غير مقياس العدل عندك. كل واحد بحسنية. فواحد يرى مع قياس العدل التساوي. ابني الاولاني اكل ريفين. يبقى ابني التاني لازم يكون ريفين. يقول بابا انا شبعت اقول له هتاكل ريفين هتاكل ريفين. انا عشان احقق العدل. واحد بيفكر بالطريقة دي والتاني يقول لا كل واحده على قد ما احتياجاته. ابني دخل كلية الطب وبياخد صرفة ده كده. وابني التاني دخل كلية التربية والاداب بياخد مصرف اقل. اجا اقول خلاص الا انا صرفته على ابني بتاع الطب. هاخد الفرق وديه لابني. لا. كل دي مقاييس ومعايير مفتوحة للانسان اللي عاوز شايف في نظره. انا ده عدل. اصلي لازم نحيي مبدأ معين. حرفة هو ايه? وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. لازم كل انسان يتحمل مسؤولية. لازم كل انسان يقول انا راضي ضميري. انا راضي قلبي. انا مرتاح كده. طالما هو شايف انه مرتاح كده هيقابل ربنا براحة قلبه. مين اللي هيتحاسب بحساب عسير? اللي شايف قلبه بيتجه الاتجاه معين. ثم يخون قلبه. ويخون قناعة ضميره. ويعمل عكس قناعة ضميره. فاذا احنا متفوتين. لازم نختلف. لك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر اختك. عن وجهة نظر وخلتك. عن وجهة نظر كل ما انتتعملين معه. مفيش حد يعرف الحق المطلق. الحق المطلق في يد الله سبحانه. احنا نتعامل بالواقع. وبكرا ان شاء الله ادعي ربنا انه يفرج عارفة لو ربنا كريمك بعريس حلم. هيشغيلك وتنسي كل حاجة. افترض ان ربنا كريمك بعريس حقق لكل امنياتك. والله هتقولي المنطق خودي يا سيدي ده كله. قول يا رب. وسأول الله من فضله. شوف يا اسأل يا ربنا وربنا يا ربي رزقك بيه الزوج الصالح والعريس اللي حققلك احلامك بطموحاتك. وتلاقي ان اللي انت بتدوره عليه. لا يسوي شيء امام الخير الكبير اللي ربنا هيبعته لك يا رب. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا معك. ومع كل ابنائنا وبناتنا. وازاي نعيش في اسرة مترحمة. لازم كل واحد يعزو التاني. احنا بقى ازا كنا بنتكلم في اسرة مترحمة الوقت بنتكلم مع اسرة كبيرة. اسرة مصر. اسرة مصر اللي ابتوليت في اليوم حداشر اتناشر بالارهابي اللي اه فجر الكنيسة. وسمعنا بعد كده التتابعات ناس قلبهم اسيا يقولوا ما تدعوش ليهم بالرحمة. انا بقى بقول للمصريين اسبتوا يعني. قلبكم الطيب ده هو الصح. اوعوا تموتوا ضمائركم الجميلة. ولا نفسكم الرحيمة. ولا التلقائية اللي بتعبر عن في طريقكم السوئية. انتوا عارفين? اجمل اجمل كلمة ممكن تعرفها. واجمل معيار ممكن تعرفه. للصحة وغلط فين? التلقائية. التعبير التلقائي اللي يطلع من قلبك كده ببراءة. الدعاء بالرحمة لكل انسان سيادتك اه شايف بقلبك انه يستاهل الرحمة. دول ناس متوا غدر. ناس كانت بتصلي بتعبط ربنا وبتدعي ربنا وتقول يا رب. ناس كانوا في حالهم زي ما قلنا. ما شوفناش منهم شر. على الاقل. ما يستاهلوش ندعي لهم الرحمة. هو احنا دفعنا حاجة من جبنا علشان نقول ممنوع الرحمة ليهم. ده رحمة بتاعت ربنا. ربنا هيرحم. يبقى من عنده. ما رحمش ايه? انا عملت اللي علي ودعيت. ربنا ان يرحمه. ويبقى انا ظهرت قدام زميلي وجاري. ان انا انسان ما عنديش حقد ولا غيل. اه شوفوا بقى سيدنا عيسى عليه السلام. قال ايه لربنا? عن اتباعه اللي هم كانوا متهمين بتأليه عيسى وتأليه ام ستنا مريم مع الله عز وجل. ده بنصر اقوان كريم. ربنا بيحكي عن سيدنا عيسى بقول ايه? لما ربنا بيقول له قبل ما اقول لكم ربنا كان بقل له ايه? عايز اقول لكم اجابة سيدنا عيسى ايه? اجابة سيدنا عيسى لما وجه بتهمة قومه ان هما قال لهو وقال لهو والدته ستنا مريم. قام سيدنا عيسى قال لربنا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قالوش يا رب دول غيروا بعدي. خلص عليهم يا رب انتقم منه وشر انتقام. نسمع بقى السياق القرآن كريم بقول ايه? واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله? قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبود الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك. سبحان الله. يعني بعد لما قال انا بريء يا رب من الكلام دي والتهمة دي. وان انا ما قلت لهمش غير ان هما يعبدوك. وبدون شرك. كان المنطق الطبيعي يقول ترى ما حرفوا بعدي يخلص عليهم يا رب. لا. حرفوا بعدي. يمرن سيدنا عيسى يقول ان تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر لهم فانك انت اللي عيز حكيم. قال الله شوفا كرم ربنا ايه. لما لقى سيدنا عيسى رحيم على قومه. يبقى ربنا بيزايد على الرحمة هنا بقى. مش بيقول له ازاي تشفع لهؤلاء وما يستهش شفاعة. لا. ربنا زي ما شف سيدنا عيسى. رحيم بقومه. ام ربنا زايد على الرحمة دي. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم رضو عنه. ذلك الفوس العظيم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن. وهو على كل شيء قدير. كل دا عن الدعاء بالرحمة بقى ان نتحدث عن الملاحظة من الناس اللي قلبهم قاسي ويقولهم لا ما نقول شي لغير المسلم الدين خاتم انهما شهداء. لا نصفهم بانهما شهداء. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الاخلاق. لا يهدي لأحسانها الا انت. واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها الا انت. عدنا لحضراتكم من جديد مع برناميكم اولادنا. وقولنا ان موضوع حلقة النهاردة عن الرحمة لشهداء الوطن. وكان السبب ايه? كان السبب ان احنا كنا بنتكلم في الاسبوع الماضي عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية. يوم ذكرى مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمنا وبينا ان دي اساءة. وان ده يجعل الناس اللي فرحنين برحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعته الكريمة استاءوا من في ذكرى يحدث هذا العمل الارهابي. والمصريين بتلقائية اترحموا على موت الكنيسة واصفوهم بانهما شهداء الوطن. قمنا احنا ابتلينا بنا الظلاميين طلعوا يقولهم ازاي تدعو لهم بالرحمة? وده لا يجوز? وازاي تصفوهم بالشهادة? وده لا يجوز? فقلنا لا يجوز ايه? هو حضرتك مش عايز توصف? طب لما ازك على نفسك? مفيش داعي انك تجهر وتظهر احقاد نفسك وغلورية قلبك على الاخر. سيب الناس تتعامل بتلقائية. وقلنا ان الدعاء بالرحمة خرج من المصريين او من اكتر المصريين بتلقائية شديدة والتلقائية دي بيدل على الفطرة السوية في الانسان. فبنقول ما تموتش يا مصري فطريتك السوية دي وسررتك الحلوة دي ما تموتش بدعاة الفتنة ودعاة الطائفية. لان سيادتك لو دعت بالرحمة الواحد ما يستهلش الرحمة. ممكن يكون مسلم ظالم مثلا. وانت دعت له بالرحمة وهو ما يستهلش الرحمة. ربنا مش هيبقى للدعوة. هو انت لما دعت بالرحمة تحقق الدعوة. هو انت لما دعت بالرحمة خرجت حاجة من جيبك. ده انت تقول يا رب ارحمه. فربنا ممكن ما يرحموش. ما يقبلش دعوتك. ويا ما دعوات كتير بنقولها. وربنا ما بيستجابش ليها. او مأجل الاستجابة ليها في يعني زمن هو يقدره. انت ليه مش عايزني ازهر قدام جاري وقدام زميلي. بان انا انسان طبيعي ودود ما عندش احقاد للاخر. زي ما قال لي لكم دينكم وليا دين. ازان انا مقر بدينه نفسه. وهو مقر بديني نفسي. يبقى احنا بقى كجيران مع بعض وزمايل. نتعامل بالانسانية. اللي يموت في نا نقول تاني يقول له ربنا ارحمه. لو ربنا رحموه. يبقى الحمد لله استجاب. ما رحموش. الدعوة ما خسرتنيش عند ربنا. بل كسبتني حسن تعامل مع الاخر. وخاصة ان ربنا امرنا بحسن التعامل. لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وتقصطوا اليهم ان الله يحب المقصطين. احنا اتكلمنا عن الرحمة دي. وبعدين قلنا السفة التانية او الامر التاني. وصف المغدور بيهم في الكنيسة بالشهداء. هو حكم الشهادة. احنا بنتكلمش عنهم بس. وعن كمان المسلم في الدين الختم. هو انا لما اقول على مسلم في الدين ختم قتل غيلة بانه شهيد. خلاص بقى شهيد. كلمتي سبيت على الشهادة. لما قلت على اي قتل غيلة. او اي قتل في المعركة. وان كانت معركة حق. انا هسميه شهيد. خلاص بقى شهيد. يا احاديث كتير قوي. سيدنا النبي اشار الى بعض الصحابة في عهده. كان قاتلوا في صفوف بتاعت سيدنا النبي. ومع ذلك النبي قال عليهم في النار. اللي كان قتل او قتل نفسه بعد لما جرح. واللي اخد غلول من الغنيمة. يعني سرق من الغنيمة. وغير ذلك. اذا كلمة الشهيد دي مش معناها انه ثبتت. اه الحكم للشهادة في الاخرة. لان في الاخرة ما حدش هيقدر يرفع صوته. ربنا هيقول لما نلمول كل يوم. وبعدين يجب على نفسه لله الواحد القهار. تليفون. اهلا وسعلا. سلام عليكم ورشبه يا مولانا وبحياتي. وانا والله موصول جدا انا بتكلم حضرتك. اعزكم الله ربنا يبارك فيك. اتفضل تحت اهم بك. اسمح لي يا مولانا السؤال يعني هو صراحة يا ابن بالفترة واثمانا جاء بانسياتي. خيرا. بعد اذنك يا مولانا. اه ما حكم الانتقال بين اراء الفقهاء في نفس المسألة الواحدة. اي في نفس ذات المسألة. اه. لحضرتك المثال. للوقت يا دكتور انا حنبالي المسأل. اي. اي. تمام? اه. ذهبت الى الوضوء. اه. فطبيقى في بداية الوضوء ان انا بفتح المياه. وحضرتك اه كما تعلم ان مياه الصنبور عند الجمهور لا تجوز لابد من مياه خالص. تمام? اه. فبعد ما استخدمت الماء بجيت ان اتوضاء. فجيت عند اه مسح الرأس. اه انتقلت مثلا على قول الشفاية ان اه يجوز ان انا امسح ايه اه شعرة او شعرتين. اه وانا انتقلت مسلا لسبب وليكن انا مسلا مش هكتبك الكاد او حاجة. اه. يعني انا دكتور في الاول انتقلت على رأي الحنفية. على رأي الحنفية لو بقول يجوز اوض بناء الصنبور. صلى على رسول الله. عشان بس ما تقشش في وس وس. وانت بتتكلم كمان من السعودية والمكالمة عليك غالية. فانا هريح سيادتك في حاجة. المزاهب دي انت فهمها انها اديان ولا فهمها بانها مدارس فقهية يعني مدارس للفهم. لا هي مدارس للفهم. الله عليك. جميل. ده حقيقة طبعا. ايوة. وايلا يبقى خلاص نلغي دين اسلام الخاتم ونخلنا عندنا دين اسم ودين ابي حنيفة ودين اسم ودين لمان مالك وهكزا. يرضى ربنا هم ماردوش. الايام دول ماردوش. اذن الايام دول قدموا فقههم على انها اه فكر او استمراط او اجتهاد. الاجتهاد ده ممكن يخطئ وممكن يصيب. كل مسألة على حدة. كل مسألة على ايه? على حدة. لان مش دين. لو كان دين هقول لك خلو على بعضه. لكن ده فهم. تعال نأتي مسلا في حكم المية اللي انت قلت عليه. الجمهور بيقول المية عشان نتوضى منها او نتصل منها. غسل الجنابة يبقى لازم تكون مية بكرية. بكرية يعني ايه? وانزلنا من السماء ماء انطهورة. مية مطر او مية نيل ممنوع ادخال الصناعة الانسانية فيها. الانسان لو تدخل بصناعته وحط عليها كلور او مطهرات وحلاها او يعني جعلها صالحة للشرب باضافة بشوية سامبوهات او اضافة صابون. اه خلاص اه تبقى طهرة لغير مطهرة. ده بوقت نظره. الامام ابو حنيفة قال ليه? ده انا زوت على المية ما يحقق غرضها وزيادة. مش المية جاية لطهرة. حطت شامبوهات وحطت اه صابون هيزود ازالة الضرن والوسخ العالق بالبدن. يبقى حققت المراد وزيادة ولا لا? ده منطق وده منطق. ده ده دين ودين ولا منطق ومنطق? لا منطق ومنطق. جميل. انت بقى فين في المنطق ده? اه بس كده. تعال اخد المثال التاني. الامام احمد زي ما قلت كده بالمثال الوضوء ما ينفعش من غير ما تقول بسم الله. اه لو توضيت من غير ما تقول بسم الله. وضوءك ولا شيء. لازم تبتدي وتقول بسم الله التسمية. ايه دليله? ان ورد في الحديث ان سيدنا النبي كان يسمي الله. طيب كان بيسمي الله. ده ورد في الحديث. طب ربنا لما امرنا بالوضوء. قال ايه? اذا قمتم الى الصلاة ما قالش فسمه. قال فاغسل وجوهكم على طول. لا. يبقى هنا عندك فهم وفهم. فهم بيقول انا هاخد المروية اللي بتقول التسمية. وفهم تاني بيقول لا انا هاخد نص الاية القرآنية والمروية دي تعتبر كمال وليس اجزاء. يعني اللي هيسمي ربنا في الوضوء هياخد سواب. اللي مش هيسمي وضوء صحيح. ده فهم وده فهم ولا ده دين ودين. لا فهم انت فهم منهم بقى? اه تمام. طب يعني يا دكتور اه هل ينفع دلوقتي يا دكتور ان انا لو انا على اي مذهب ان انا انتفقل في نفس ذات المسألة. طبعا. اه يعني على اكتر من قوة لان يا دكتور المسألة في احد المنطقة. من بص من غير انا عارف انها اجابة تسمع شكلها ايه? او صياء الدين او صياء الدين بيقولولك ما تلفقش. يعني ايه ما تلفقش. دكتور. قال لي تعالى التلفيق. يا جزء بس الانتقال في مسألة المنطقة. قلهم هتولي اية قرآنية ولا حيستنووي يقول لي ما تلفقش. ويعني ايه التلفيق بالمناسبة? عشان بس المستمعين والمستمعات يعرفهم. التلفيق في نظرهم انك تاخد في الوضوء مثلا. كنا هنالك كامل عن وضوء. تاخد من مذهب آآ رأي ومن مذهب تاني الرأي. بيقولك خليك في الوضوء كله مع مذهب واحد. الله يفتح. خليك في نواقل كلها على مذهب واحد. اه. مزبوط? اه. قلهم قلهم يا بشاوات. الوضوء ده عبارة عن اركان ولا ركن واحد. لا اركان. طيب كل ركن مستقل ولا كل ركن مرتبط بركن تاني. لا كل ركن مستقل. جميع. ايوة مش مشكلة. بس كل ركن مستقل. اه. لما ربنا قال اغسلوا وجوهكم اه. اه واحد. وايديكم اه مرافق اه اثنين. وارجوكم من الكعبين اه ثلاثة. وامسحه برؤوسكم وارجوكم من الكعبين. اه ثلاثة واربعة. واضح? جميل. طيب هاجف الرؤوس وامسحه برؤوسكم. الاقي الشافع بيقول شعرتين تلك فاي? امسح شعرتين تلاتة. الاقي مالك بيقول تمسح كل الرأس. تعال بقى فيه. الو ارجوك من الكعبين. الان مالك عنده قول بيقول كفاية المسح وارجوليكم بقرات الخفض طب هقولك طب تعمل ايه مشكلة الامام مالك اللي عنده رأيين او في المذهب الواحد اللي عنده رأيين هتعمل ايه يعني الامام مالك عنده في مسح الرجلين او غسلها رأيين تمسح ولا تغسل هتعمل ايه هتلفق في المذهب الواحد قلهم يا ملفقين هتطر هلفق في المذهب الواحد يعني المذهب الواحد فيه قرارين وثلاث طيب هعمل ايه في المذهب الواحد دول اوصياء دينين يا باشا عايزين يخلوك تلغي عقلك وما تفكرش عشان يبقى هم المصدر بتاعك ويقول لك اعمل كده وما تعملش كده وانت متعافش تتاخذ القرار انا عايزك تتاخذ القرار لان ربنا بقول بل ينسانوا ع نفسي بصيرة وقول لهم زي ما انتم تفهمهم انا من حق افهم هقول لك انت بتفهم لسه بادئ قول لهم المرة جايها فمقتر واضح يلا عشان عندنا العصر هيدا عندنا واتي وانت في سعودية صراحة صارت العصر من زمان بس احنا لواتي العصر هيدا عندنا فبنستأزهم من سيادتك وتحياتي لكل المصيرين في السعودية ربنا يحفظك ويحميك وفقاك في الدين ربنا برسك ربنا خلكنا دكتور رحميك شكرا في امان الله يلا الى الفاصل عشان منعزنا اعزام العصر يا رب اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت عدنا لحضراتكم من جديد مع بردماتكم أولادنا اللي موضوع حلقة النهاردة زي ما قلنا قبل ذلك قبل الفاصل الرحمة لشهداء الوطن يعني الدعاء بالرحمة لشهداء الوطن قولولي اللي دعا بالرحمة لشهيد الوطن دفع حاجة ما نجيبه طب التاني زعلان ليه اتنين اللي دعا بالرحمة لشهداء الوطن ربنا خلاص كتب الرحمة ودى لهم صفة الشهادة والذي أمر مرجعه إلى إرادة الله عز وجل حتى ولو كان الذي قتل مسلم بالدين الختم ده أمر في إيد ربنا مش فيه حد بس اللي في إيدنا احنا نظهر قدام بعض ان احنا متسامحين ان احنا قلبنا على بعض وزي ما بتمنى ان غيري وسيني في مصابي لازم أواسي غيري في مصابة فاحنا تكلمنا على الرحمة وبعدين انتقلنا إلى صفة الشهادة وقلنا ان صفة الشهادة ربنا اللي بيمنحه لمن يريد احنا لا نملك إلا الدعاء ودعاءنا إما مقبول وإما غير مقبول هو أي دعاء مقبول طيب ليه يا إخواننا يا ظلميين زعلنين من الدعاء الحكم بالشهادة في التعامل بين الناس في الدنيا دي مرتبة تطيب خاطر احنا صحيح مؤمنين بإن الشهادة في الآخرة مرتبة لا تعطى إلا لمن أرضى الله بأمر الله مش بكلامي ولا بكلامك لكن في الدنيا دي مرتبة كده لتطيب خاطر المكلوم الواحد مات غريق واحد مات في زلزال أو البتوئ عليه اسمه الذي وقع عليه الهدم أو واحد مات محروق أو واحد مات في حوادث السيارة أو واحد مات في حوادث الإرهاب الميتات دي ميتات قاسية مش طبيعية الطبيعية إن الواحد يموت على سريره فلما واحد يموت في مثل هذه الصورة بتبقى أسياوة على القلب وعلى أهل الميت الميت خلاص مش يحس بالنسبة لنا لا هو خلاص روحه انتقت إلى الله عز وجل ويأخذ طريقه إلى الآخرة لكن إحنا إحنا اللي في الدنيا نشعر كده بإن الغالي اللي عليك والإنسان قريبك ده ما ماتش على سريره مات في حادث تسير مات في حالة كده من الحالات اللي قاسية على النفس ده ما يستهلش تطيب خاطر مرتين يعني اللي مات له ميت يستهل تطيب خاطر فما بالك لما يكون الميت ده كمان مات بطريقة قاسية ما يستهلش مرتين عشان كده بنقول لما بنقول له الميت بتاعك شهيد مش إحنا منحنا الشهادة خلاص مش اعتلى مرتبة الشهادة خلاص لأ ده إحنا بنطيب قطره وبنقول له إن الميت ده مات فيها وتحمل أساوة كتير فأكيد ربنا إن شاء الله هيرحمه ويرفعه لمرتبة الشهداء في حديث رواه أحمد وابو داود عن عبادة بن الصامت ده صحابي جليل معروف بيقول إن سيدنا النبي راح زار واحد مريض اسمه ابن رواح فسيدنا النبي هو قاعد كده جنب المريض ومع بعض صحابه بيقول لهم ما تعدون شهداء أمتي مين فيكو يعرف الشهيد من أمتي فواحد قال الشهيد هو من قتل في سبيل الله يعني اللي كان في صفوف القتال مع الأعداء الأجانب فسيدنا بيقال إيه إذن شهداء أمتي قليل أنت كده قللت أوي عدد الشهداء لإحنا ما بنحاربش كل يوم ولا بنحارب كل سنة إحنا بنحارب لما الحرب بتفرد علينا وممكن نعيش سنين طويلة من غير حرب يبقى ما عندنا الشهداء ولا إيه فقال صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل القتل شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة يعني اللي مات مقتول غدر اللي مات مقتول صلم لازم نلقبه بأنه شهيد ده مات بسكينة ولا مات بمدفع ولا مات بمسدس ولا مات بالغرق ولا مات بالخن ده ميتة قاسية جدا طيبه خطر أهله والدوله ده شهيد واللي مات بالطاعون مرض الطاعون اللي برضه فيروسه بيعدي على الكل وبيحصد طيبه خطر أهليهم وله عليهم إنهما شهداء هيدفعه جميع من جيبكم والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة كان زمان على فكرة المرأة الحامل نادر ما بتخرج سليمة لإن ما كانش فيه طب قوي وناجح فكان عند الولادة بتعتبر المرأة في حكم مرض الموت فالحمد لله منشكر كل الأطباء وكل البحاسة اللي ناجحهم فيه جعل الولادة الآن أمر طبيعي جدا ونادر نادر ما نسمع أن واحدة ماتت فيه عند الولادة فالمهم كان الموت عند الولادة أمر شائع وأمر شائع كده فيه كثرة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة هي ماتت والولد تولد أو حتى مات معاها طيبه خطر أهلها قولوا لها شهيدة ما دفعتوش حاجة من جيبكم دي تطيب خاطر وفي الصح missed عن أبي حريرة قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيدة فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل فقالوا فمن هم يا رسول الله هل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ده اللي انتو عارفينه ومن مات في سبيل الله فهو شهيد انتو عارفين من مات في سبيل يعني رايح لشغله رايح يبحث عن رزقه رايح يزور والده ورايح يزور والدته رايح في معايشه المعايشة ده اسمه في سبيله السعي على المعايش ده اللي اسمه في سبيله لان الاولانية من قتل في سبيله فهو شهيد ومن مات في سبيله فهو شهيد يبقى في فرق بين القتل والموت الموت مطبيعي والقتل ده محروف بفعل الاخر لكن وهو رايح يزور والده ولا والدته وياسر رحمه جات له شكتة قلبيه ومات شهيد ومن مات في الطعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد امراض البطن طبعا ترافينها كترة اوي الفشل الكلاوي والكبدي وغير ذلك والغريق شهيد وجه اشكالية او صياء الدين اللي بيقولوا ان غير المسلمين ما يصحش ان احنا نصف قتلاهم بان هما شهداء امرين قبل ما نتكلم في الامرين دول فيه تليفون طيب قطع الخط نتكلم على الامرين دول الامر الاول بيقولوا ان الواسط الديني يعني اللي بيقولوا ان ما يصحش نصف موتى غير المسلمين في الدين الخاتم بين هما شهداء قالوا ان سيدنا النبي لما اتكلم ما تعدونا الشهيدة من امتي قال النبي بيتكلم على امته وامته هما المسلمين بالدين الخاتم مؤمنين بيه تردوا تقولوا لهم ايه قولوا لهم انتو نظرتك ونظرة قاصرة لان امت سيدنا النبي كل من عاش في عصره لقيام الساعة باسمها امت محمد هو فيه نبي تاني هيجي بعد سيدنا محمد اذا كل من على الارض من امت محمد اسمهم ايه امت دعوة صحيح الذين امنوا به بنلقبهم بان هما امت اجابة اي استجابوا لكن الذين لم يستجيبوا هما امت دعوة من امت محمد ايضا لان ربنا بقول ايه قول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميع وبيقول عن سيدنا محمد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما قالوش وما ارسلناك الا رحمة لمن امن بيك وما قالوش اني رسول اقال قل يا ايها الناس اني رسول الله الي المؤمنين بي لا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميع اذا كل من على الارض اعتبروهم امت محمد الذين يريدون اقصاء غير المؤمنين بسيدنا محمد عن انهم امت محمد ده فهم يخصهم انت منحاك تفهم فهم اخر وتقول لما النبي قال كم تعدون مشاهدة من امتي ما كانش يقصد امتي التي امنت بي لا امتي التي عاشت في زمني او لنا مكلف بابلاغ رسالة اليهم في اشكالية تانية نكملها بعد الفاصل يا رب اهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم اولادنا وقولنا قبل الفاصل ان موضوع حلقة النهاردة على الرحمة لشهداء الوطن وكنا بنرد على الظلمين او اللي قلبهم قاسين ومش عايزين المصريين يترحموا على قتل بعض في حوادث الارهاب وحوادث الغيلة وانا بقول يا مصري اوع تدوس على فطرتك السوية وعلى التلقائية تاعتك اللي بتطلع من قلبك الصادق في حسن التعامل مع جرانك ومع زميلك واللي هتترحم عليه هو هتترحم بكرة على حضرتك لان كلنا موتى محدش فينا مخلد على وجه الارض وبعدين الترحم ده لما بتقول الله يرحمه مش معناها ان ربنا يرحمه بصحيح لا ده معناها حسن التعامل مع اهله وان انت بتتعامل بانسانية وربنا بقى يرحم او ما يرحمش ده بتاعته والاشكالية التانية اللي قالوا عليها ان ازاي نصف قتل غير المسلمين في الدين الختم بانهما شهداء فاحنا قلنا ان سيدنا النبي لما قال شهداء امتي وذكر منهم المطون والقتيل والمطعون والمرأة يقتلها ولدها وهي تضع بسمها جمعا اي في حال الوضع لما وصف دول بانهما شهداء في تفسير يقول ان المقصود بالامة محمد هنا كل اهل الارض لان كل اهل الارض من ام سيدنا محمد لان سيدنا محمد ارسل اليهم وهو رحمة لهم جميعا وما ارسل لك الا رحمة للعالمين وهو مرسل الى كل اهل الارض المؤمنين به وغير مؤمنين به قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا صحيح في تفسير تاني يقول لا المقصود بها ام الاجابة اي الذين امانوا بي طب لو كان الذين امانوا بي هم بس لي استهلوا الرحمة طب لي ربنا قال وما ارسل الا رحمة للعالمين الاشكالية التانية ان هم اتهموا اهل الكتاب بان هم كفار ودي اشكالية كبيرة محتاجة الصحيح وتحقيق ولازم بعضنا يكلم بعض انا نفسي في حوار مجتمعي نفس المصير يكلم بعضهم علشان يحرروا المسألة دي هو انت ليه عايز تصف اهل الكتاب بان هم كفار مع ان ربنا ادالهم حقوق وخطبهم بصفة اهل الكتاب مش بصفة كفار ربنا خطبهم بتكاليف سماوية ووصفها في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصف الكتب بتاعتهم بانها هدى ونور طيب عشان اسمعكم كلام ربنا اللي بيصف التوراة وبيصف الانجيل بان كل منهما هدى ونور هنعمل ايه بقى في كلام ربنا اذا كان ده القرآن ينزل علينا احنا وبيكلم عن التوراة والانجيل في عهد سيدنا محمد والاحتكام في عفوا والاحتكام في النصوص التي نزلت عليهم في عهد سيدنا محمد نسمع وقلوا لبقى التأويل ايه قلوا للظلمين كده تقولوا ايه الايات ديت في سلطة المائدة ودي من اخر ما نزل في كران كريم في قوله سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله وكيف يحكمونك الاختاب الميت مش سيدة محمد الاختابة سيدة محمد تليفون نعم بسم الله اتفضل افن ايه اتفضل انت على الهوى اه زي خبرتك بارك الله فيك اه كنت عايز اسأل في كزا نقطة الرواية او الحديث اللي يشن معناها من احد الصحابك كان ليه اسأل ان ابقى السلام ان هو يجعل ربع سلاطه له فطلب منه المزيد لحد ما قال له هجعل نقطة دي انا مش فهمها هل معنى كده ان انا اتجنة بكل الادائية واستمر بس في الصلاة عندي يعني ماستغفرش مسلا اصلي عمالي بدلها ممكن ابصدك المسألة اه يا ربي لو واحدة ابنها مئت في حياتها امر قاسي ولا امر عادي قاسي جدا طيب كل لما تفتكر ابنها بتقول الله يرحمه ولا بتقولش طبعا طيب ممكن لو واحد عادي يقول لها ما كفاية يا ست ما انت قلت الصبح الله يرحمه هي قلبها موجوع وحسب بانتماء بينها وبين قلبها فعشان كانت تقول ايه الله يرحمه على طو كل ما تسمع اسمه كل ما تفتكر والله يرحمه واضحت طيب نفس الامر في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الامة حبت ابنها كل لما فتكرت ابنها او زكر ابنها عندها قالت ايه الله يرحمه مزبوط طيب سيدنا النبي بقى اللي بيحبه نص نص واللي بيحبه كله فيه واحد بيحبه بصفة مستمرة فكل لما يسمع اسمه يقول ايه اللهم صلى عليه لان اللهم صلى عليه يعني يرحمه رحمه عظيمة ما هي الصلاة عن النبي معناها كده الله يرحمه بس اوي اوي يعني كلمة الله يرحمه دي حطيها بقى في الف ضعف يبقى دي معناها الصلاة عن النبي الصلاة عن النبي صلاة ربنا على الانسان رحمه فما بالك بصلاة ربنا على سيدنا النبي رحمة معظمة فانت كلما تسمعي كلام سيدنا نبي تقولي الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا بقى اجعل اجعل صلاة كلها له يعني كلما تفتكرني صلى عليه السؤال الثاني السؤال الثاني هو متعلق بالحب النبوي والحب الالي يعني انا في خير بحب النبوي بسجيما بحس ان انا مقصرة برضي في حب انت بحبك لسيدنا النبي رفعتي درجات بس لازم تعرفي هو حبك للنبي كلام ولا حبك للنبي فعل انا بحاول على قدر الامكان خلاص اذا على قدر امكانك ده هو قدر حبك لو سمحت ما تقوليش بقى انا بحب النبي قوي قولها انا بحب النبي على قدر اتباعي لسنته الجميلة واتباعي لفترته السوية الحب الاله حتك اللي هو سوى اذا الانسان يتخلص بكل ما هو سوى الله يعني اذا الانسان ما تنشرس باي حاجة ما انت فاهم غلط الحب الالهي معناها ما تتجوزش الحب الالهي معناها ان انت متحبش عيالك حب الالهي معنا انت محبش شغلك الزوج بيعترض علي ان هو لما بيبقى غيب فترة يومين ثلاثة ولا حاجة انا بدي اللي هو انا دايما بقوله الواحدة حتى لو انت هو دايما اللي هو ايه طالما انا مش موجود انشغلي بربنا مش مونا مش عيلا بربنا بس معنا كده ان انا مش هفكر فيك او انا هستقلق او ايه علاقة دي بدي بقى ده مش فاهم ايه علاقة غياب زوجك وتعلقك بغيابه هو 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 رابطهم ببعض انت لما انا عندي لهفة اه له وهو مش موجود يبقى انا كده تبيني ده غلط انا كده العلاقة دي بدي هو عاوز يصرفك عنه وخلاص عايز يجري من غير ملاحقة فبيشغلك ويقولك خليك مع ربنا قللهم هاو ربنا كلفني ابحث عنك ومش ربنا بقول قوة انفسكم واهلكم نارة وانت من اهلي مسألش عنك طيب خلاص ما ديك عرفت الفولة زي ما بقوله يعني النقطة التالتة هل هل المرض النفسي يتعرض مع التدين يعني لما الانسان يكون مضغوط في حاجات تكثير فيتعب نفسك ولا على المريض حرش ليس على المريض لا والاية بتقول ولا على المريض حرش المريض ما فيش عليه حرش فاذا كان برضو الزوج برضو مفر ان زي العلاقة اللي بينك وبين ربنا قوية كده وازاي تتعب نفسيا لا هو التعب النفسي شيء طبيعي لمواجهة الحياة وهو يعني بتعبش نفسيا ولا ايه الله انت بتكلمي كما لكنت بتكلمي عن انسان ملائكي اوي ما شاء الله متعلق بربنا وما بيزعلش من حاجة لا 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 هو انسان ولا ملاك ده بتكلم عن مين عن ملاك ولا عن انسان طيب انسان زيك زي انا وصلت لضغط نفسي عادي ورفض جوادين الدكتور نفسي بحجة النهج دايما اكيد اكيد في مشكلة فازاي ان نمشي بالك حال مع ربنا وطعب انا نفسيا قولي له ان علاج النفسي انك تقعد في بيتك لو سمحت خمس ساعة في اليوم هو لو قعد خمس ساعة في اليوم وعرفت رايح فين وجاي منين ومعرفتش ان هو لو كده شطحات بالايام ما تعافش عنها حاجة اكيد نفسك هترتاح قوي صح اوالغلط قولت الكلام دوت واني بمزود حاجة النفسية ان هو بيبقى تكزا يوم اه مصر ان هو انا بناشد بناشد من خلال المكرفون لكل الازواج بلاسسنا سيدنا بيقول استوصوا بالنساء خيرا وبيقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله يا كل راجل يا كل انسان اتجوزت انت ما تجوزتش عشان تحبس مراتك وعشان تحقق رغبتك فيها في الايام الاولى وبعدين تشوف غيرها وتشرر عنها ديت انتقلت من بيت باباها وممتها الى بيتك علشان سيادتك ترعاها علشان سيادتك تحافظ عليها علشان سيادتك تاخد بالك منها لكن لو انت بالطريقة دي وعاوز خلاص انت كان كل امنيتك تتجوزها وتجوزتها وبعدين خلاص بقى الملك الشيء زهده يبقى اذا مفيش فيك خير حتى في الاخرين وبنتك هيحصل لها كده فينزك مش بقولك بنتك حصل لها كده كانتقام لا يعني كاعادات وتقاليد سيتم تورسها هتلاقي جوز بنتك عايش بالثقافة بتاعتك فانا مش بقول كده علشان ان ببقى في انتقام ولا تزلوا وزنوزر اخرى لكن بقول كده علشان ان احنا السبب فيه اشاعة ثقافة عامة فلما كل الازواج ثقافتهم العامة تخليهم يرعوا زوجتهم ويكونوا امناء معاهم ويكونوا صادقين ولما يجوز تاني ما يخبيش ولما يفكر في واحد تاني ما يخبيش تتخلي الدنيا كلها واضحة وشفافية اعتقد هنعيش في امان اكثر مما نعيش وهنعيش صادقين مع انفسنا وربنا امرنا بالامانة وربنا امرنا بالحكم العدل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الاهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل طيب احنا نعود الى موضوعنا عشان قبل ما وقت الحلقة ينتهي عايز اقول الاشكالية التانية من الظلميين او من اوصياء الدين لما قالوا ان اهل كتاب دو الكفار فاحنا بنقول لهم ازاي نصفهم بينهم كفار وربنا ما وصفهمش وانهم كفار ليه نعمل ثقافة عامة كده ونقول اهل كتاب كفار طب نسمع لربنا بقول ايه اصلا شوفوا زي ما فيه كفار في المسلمين في الدين لختم فيه كفار في كل دين فما ينفعش يتعمم وتقول ان اهل الطورة كلهم كفار اهل الانجيل كلهم كفار هيقولوا كما اهل المسلمين اهل القرآن الكريم كلهم كفار تعالوا شوفوا ربنا بيقول ايه وبيخطب اهل الكتاب وكيف يحكمونك وعندهم الطورة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا الطورة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلاموا للذين هادوا والربانيون والاحبار ببس تحفوظهم من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بقية ثمنا قليلة ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون الاية نزلة بسياق مين بسياق الطورة والاية اللي بعدها بتقول ايه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والادر بالاذن والسن بالسن والزروحة قصاص فمن تصدق به فهو كفرة له ومن لم يحكم انزل الله فأولئك هم الظالمون نزلة برته في شأن مين اهل الطورة والاية اللي بعدها اسمها والاية اللي بعدها نزلة في شأن الانجيل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديهم من الطورة مصدقا والمكذبا ولا ناسخا مصدقا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ومصدقا لما بين ديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين ديه من التوراة وهدى وموعاة المتقيم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون شفت آيات ربنا بتقول إيه عن التوراة وعن الإنجيل يبقى زي نقول إن دو الكفار وربنا بيؤمرهم في قرآننا إنهم يحتاكموا إلى تورتهم وإلى إنجيلهم اللي إحنا بنظن إنها محرفة بس هم بيظنوا إنها صحيحة العبرة بظنهم ولا بظننا كل واحد وظنه محدش يحكم بظنه على ظن غيره محدش يحكم بقناعته على قناعة غيره وبعدين ربنا خاطب أهل الكتاب بصفة أهل الكتاب فيه تكلف شرعية كتير زي إيه مسرة في قوليه تعالى قل يا أهل الكتابي لا تغلو في دينكم غير حق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرة الخطاب جالي مين لأهل الكتاب في قرآن نحن أيوة قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير حق يعني ما تتشددوش أوي خليكم بحسب ما نزل عندكم من الكتاب بدون تشدد على أتبعكم وعلى أنفسكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرة وضلوا عن سواء السبيل ما تتبعوش الضلين يعني فيه ناس ضلة برضو زي ما فيه ناس ضلة من أهل الطورة فيه ناس ضلة من أهل الإنجيل فيه ناس كمان ضلة من أهل القرآن بعدها على طول لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل علي سيد دولة وعسن المريم ذلك المعصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن ممكن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلهم نسمع كمان لخطاب ربنا الأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورة والإنجيل الله أكبر أولو للسلفيين كده نعمل إيه في الآية دي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورة والإنجيل وما أنزالكم من ربكم بقى قرآن بيقول لنا هو إن أنتم ولا حاجة إلا إذا كنتم ملتزمين بهدي الطورة وبهدي الإنجيل وما أنزالكم من ربكم وبعدين شوفوا كمان خطاب ربنا لها الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشك بي شيء ولا يتخذ بعضنا بعضنا أباما من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون طيب إلا فلا ما تولوش قالوا إحنا موفقين صاروا إحنا وهما مسلمين فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون طيب هما ما تولوش وسمعوا كلام وقالوا خلاص هنعبد ربنا وما فيش حد فينا يقول نفسه إله للآخر يبقى لكل إيه يبقى لكل صار مسلم ولا لا الدين في الآخرة لله إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابقين والنصارى والمجيوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين أمنوا والذين هدوا والنصارى والصابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أشربون عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون أما في الدنيا فنسمع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في حديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده تقوله إيه لسيدنا النبي لم يقل كده نقوله انت غلطانا صحف الله العظيم هو اللي هيعلننا الدين وإحنا نعلمه الدين هو قال لناه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله أما أمر الإيمان والإسلام بالأركان اللي أنتوا حافظينها ده حسابها يوم القيامة إذن عندي إسلام في الدنيا وإسلام في الأخرة المسلم في الدنيا من سلم الناس من لسانه ويده والمسلم في الأخرة مع الله بقى ربنا أعلم بمن هو المسلم ومن هو المؤمن في حديث تاني اخرجه أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمر بن العاص إن سيدنا النبي هو جال رجل يسأله ويقول له يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم الناس من لسانه ويده في حديث تاني اخرجه ابن حبان عن أبي ذر إنه قال يا رسول الله أي المؤمنين أكملوا إيمانا فقال صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا فقال أبو زر يا رسول الله وأي المؤمنين أسلم فقال صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده إذن يا شعب مصر اطمن لما قلبك الطيب يقول لأسرة كل مكلوم ما تسألنيش دين هو انت تشوفه مكلوم ولا مش مكلوم مظلوم ولا مش مظلوم انت تشوف وضعه يصعب على مين خلي قلبك رحيم لما تقول لأسرة كل مكلوم ربنا يرحم موتاكم ويكتب لهم الأجر مع الشهداء دفعت حاجة من جيبك طيب تخاطر الناس اللي بتعاين معاهم اللي بكرة هتحتاج لهم هم ما يحتاجوا لك وبعين تعالوا يا شعب مصر مش ربنا بيقول وأوفوا بالعهد ان العادة كان مسؤولة وبيقول أوفوا بالعقود وسيدنا نبي بيقول في الحديث الرجل البخاري تعليقا المسلمون عند شرطهم طيب الدستور اللي حضرتكم وفقتوا عليه في 2015 نص على حقوق مالية لشهداء الوطن مين دول شهداء الوطن؟ كل من يموت غدر بيد الإرهاب أو الأعداء للوطن بدون التفرقة بين مسلم سيحي هو مصري قتل بيد الغدر قتل في المعركة؟ يبقى دا بحق الدستور كده من حقه ياخد لقب شهد الوطن عشان ياخد كمان المخاصط المالية اللي الدستور نص عليها فأهل الخباسة بقى لما يقولوا لحضراتكم أن غير المسلمين لا يصح أنهم يتصفوا بالشهادة لو قتلوا في المعركة اللي كل المصريين شركاء فيها تبقى خيانة ولا مش خيانة؟ يبقى غدر جديد ولا مش غدر جديد؟ مش بس غدر بقتلهم؟ لا وكمان غدر في عدم أخذهم الحق المالي اللي الدستور نص عليه عاوز يحرمهم من لقب شهداء الوطن لازم نفوق لازم الوعي يزيد عشان نقدر نواجه الإرهاب الشعب هو اللي يواجه الإرهاب مش النخب اللي هيواجه الإرهاب الشعب والمؤسسة الأمنية طب الشعب يواجه الإرهاب إزاي؟ بالوعي والتعاون والتكاتف والتراحم لازم يبقى عندنا وعي ما يندحكش علينا من أوصيات دين ولا يندحك علينا بالناس اللي عايزين يقسموا الشعب إلى طواقف ويطلعوا بزعمات اسمها زعمات دينية ما عندناش حاجة اسمها زعمات دينية النبي ما كانش زعيم ديني النبي كان رسول وكل أهل الفقه كانوا علماء مبينين ما كانوا زعماء دينيين إذن الشعب هيواجه الإرهاب بالوعي والتعاون والتراحم والتكاتف وإن إحنا نلم أنفسنا وكمان الشعب هيواجه الإرهاب عن طريق جيشه وشرطته بالملاحقة والظفر بيه لازم نقول إن إحنا كلنا في مركب واحد دي الرحمة للشهداء الوطن وموضوعنا كده يا رب نكون وفينا بأدائه ونلتقي إن شاء الله مع حضرتكم في الحلقة الجاية مع موضوع جديد ونشوفكم وإنتم في أحسن حال مع الدكتور سعدي بن غلالي على الراديو